فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية قال رحمه الله عن سراقة ابن مالك بن جعش من المدلجي قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال خيركم المدافع عن عشيرته ما لم يأثم رواه أبو داود نعم كون الإنسان ينصر قبيلته بأخذ الحق لهم يأخذ الحق المشروع لهم ودفع الظلم عنهم هذا أمر مطلوب أما إذا كان معهم وهم المعتدون الظالمون ويريد أن يدافع عنهم وعن ظلمهم فهذا هو أمر الجاهلية المنهي عنه